يشهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واكتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة والأفارقة مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بالإضافة لمسؤول الأمم المتحدة يعقد المنتدى في السابع من سبتمبر الحالي تحت رعاية الرئيس السيسي ويهدف لوضع توصيات وأفكار بناء حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط لا سيما وأن المنتدى ينعقد قبل ستين يوما فقط من مؤتمر المناخ كوب 27 والمقرر لانعقاده بمدينة شرم الشيخ هذا ويشهد المنتدى مناقشة فعالة حول جهود الأمن الغذائي بالتركيز بشكل خاص على قارة إفريقيا